اشتركوا في القناة سنحكي عن التمر هندي الطبيعي من اسمائه الحومر او العرديب ورح نحكي ايضا عن فوائده ومحاذير استعماله واضراره يعتبر التمر هندي من الثمار التي تنمو على الاشجار من فصيلة الفوليات حيث تكون الثمرة على شكل قرون طويلة تحتوي في داخلها على اللب الذي يتم استخراجه لتناوله اما على شكل معجون او عصره لشربه حيث كان يتم استخدامه منذ القدم ولغاية اليوم في العديد من العلاجات الطبية والتجميلية فوائد التمر هندي هناك العديد من الفوائد التي تعود على الجسم عند تناول التمر الهندي وهي 1- علاج مشاكل واضطرابات الجهاز الهضمي والتي تتمثل في الامساك عسر الهضم بالاضافة الى الغازات وذلك من خلال التليين والتسيل من حركة الطعام والتحفيز من عملية هضمه 2- وقاية الجسم من الاصابة بالامراض السرطانية او الاورام الخبيثة وذلك لانه يحتوي على كمية كبيرة من المواد المضادة للاكسدة 3- يؤخر من ظهور علامات التقدم في السن على الوجه والجسم والتي تتمثل بترهل الجلد او ظهور التجعيد والخطوط الرفيعة 4- التخلص من البثور والحبوب التي قد تظهر على البشرة هذا بالاضافة الى تغذية البشرة والجسم بشكل عام حيث انه يحتوي على العديد من الفيتامينات والاحماض الدهنية المفيدة كما انه يعمل على التخلص من القشور او الخلايا الميتة في الجسم وبالتالي المساعد على الحصول على بشرة صحية ونظرة وخالية من الشوائب 5- وقاية العين من الاصابة بالالتهابات او الامراض بالاضافة الى ترطيبها وذلك لانه يحتوي على فيتامين الف وفيتامين بي ويكون ذلك من خلال استخدام قطرة عصير التمر هندي في العينين 6- علاج التهابات الجهاز البولي والكليتين بالاضافة الى تسكين الام البواسير او نزيفها والمساعدة على علاجها على المضى الطويل وذلك من خلال استخدام عصير زهرة التمر هندي 7- علاج التهابات الجسم المختلفة والتي تكون بالعادة ناتجة عن العدوى الفيروسية او البكتيرية مثل التهاب الحلق او التهابات الشعب التنفسية وغيرها وذلك لانه يحتوي على العديد من المواد المضادة للالتهابات 8- الوقاية من الاصابة بالسكتات الدماغية والتي تكون بسبب ارتفاع درجة حرارة الجو خاصة في المناطق الاستوائية او المدارية وذلك لان عصير التمر هندي يبرد ويخفض من درجة حرارة الجسم بشكل عام 9- المساعدة على فقدان الوزن والتخلص من الدهون والسعورات الحرارية الاضافية في الجسم وذلك لانه يزيد من سرعة الهضم او التمثيل الغذائي في الجسم 10- الزيادة من مناعة الجسم وقدرته على التصدي للامراض والعدوى المختلفة وهذا يعود الى احتواء التمر هندي على العديد من المواد المضادة للأكسدة بالاضافة على المواد المطهرة والمضادة للالتهابات 11- علاج الامراض والمشاكل المرتبطة بالمعدة واهمها التهاب القولون العصبي وذلك لانه يحتوي على كمية كبيرة من الالياف الغذائية 12- الوقاية من الاصابة بامراض القلب والشرايين وذلك لانه يقلل من نسبة الكوريسترول والدهون الضارة في الجسم 13- استخدامه في المطبخ اما من خلال تحضير العصير المنعش والذي يشرب بكثرة في شهر رمضان المبارك بالاضافة الى دخوله في صناعة بعض انواع السلطات وغيرها 14- واخيرا فوائد التمر هندي للجنس وفق احدث الدراسات ان التمر هندي يعد من النباتات المهمة التي لها الاثر كبير على الصحة الجنسية للرجال والنساء على السواء 15- حيث ثبتت مقدرة التمر هندي في تحسين القدرة الجنسية والرغبة عند الرجل والمرأة 16- ويعود ذلك الى فعاليته في معالجة البرود الجنسي عندهما 16- أما فوائد التمر هندي للرجال 17- زيادة خصوبة الرجل عبر زيادة عدد الحيوانات المنوية لاحتوائه على الحمض الميني المغذي للحيوانات المنوية 18- وتنشيط الحيوانات المنوية وزيادة قدرتها على الحركة والانتشار والتلقيح 19- مما يضاعف من فرصة تلقيح البويضة عند المرأة لحدوث الحمل 20- وحماية الحيوانات المنوية من التشوه الذي قد يمنع التلقيح ويؤخر من حدوث الحمل عند المرأة 21- أيضا تقوية القضيب ومعالجة ضعف الانتصاب ليستمر الانتصاب لفترات أطول 22- وعند أخذه يستغنى عن المنشطات الجنسية المتاحة في الصيدليات 23- لأنه يضاهيها في النتيجة ولأنه طبيعي خال من الآثار الجانبية 24- أما فوائد التمر هندي للنساء فهو ينظم الدورة الشهرية ويحد من اضطراباتها عبر تنظيم الهرمونات 25- وتنشيط المبيضين ليسرع من حمل المرأة المتزوجة 26- معالجة الالتهابات حيث يعمل كمطهر يخلص المنطقة التناسلية من الجرافيم ويحد من انتشار الالتهابات 27- لمقدرته على إبادة العديد من سلالات البكتيريا المختلفة 28- وذلك لاحتوائه في تركيبته على مجموعة من المضادات الحيوية القوية 28- أيضا معالجة حالات العقم المختلفة الناشئة عن أمراض الرحم والمضايض كاضطرابات الدورة والالتهابات 29- ولكن قبل استعمال التمر الهندي إليكم هذه النصائح 29- يفضل تناول عصير التمر الهندي على الريق وقبل النوم 30- للحصول على فائدة أكبر وبوقت قياسي وتراعى كمية السكر لمرضى السكر 30- لذلك يجب عدم الإسراف في تناول شراب التمر الهندي لاحتوائها على نسبة 30% من سكر الفريكتوز 30- يجب أن لا يتناول المرضى الذين يتعالجون بالأسبيرين أو الإيبوبروفين أكثر من كوب في اليوم 30- لأن الإفراط في شرب التمر الهندي يؤدي إلى زيادة تركيزهما في الدم 30- نتيجة زيادة نسبة امتصاص الجسم لهما 31- ويفضل عمل مغاطس يومية من التمر الهندي للمرأة 31- لا سيما في حال مواجهتها لإحدى المشكلات الجنسية أو أي اضطرابات في الدورة الشهرية أو التهابات 32- ويحضر المغطس بغلي الماء ثم نقع التمر الهندي فيه وتركه حتى يصبح فاترا 32- ثم الجلوس فيه لمدة نصف ساعة أو حتى يبرد الماء 33- طبعا حكينا عن فوائد التمر الهندي والآن نحكي عن أضراره ومحاذير استخدامه 34- يعتبر التمر الهندي آمنا عند استخدامه بكميات معقولة 35- ولا توجد حتى الآن معلومات كافية حول سلامة استخدامه كدواء 36- وعلى الرغم من الفوائد العديدة للتمر الهندي 36- إلا أنه قد يتسبب ببعض الآثار الجانبية عند تناوله 37- كما تجب الإشارة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر عند استهلاكه من قبل بعض الفئات 38- أو عند تناوله مع بعض الأدوية 38- فيحتوي التمر الهندي على كمية كبيرة من السكر 39- وبالتالي قد يشكل خطرا على صحة الأشخاص المصابين بمرض السكري 40- لأنه سيؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم 41- ويؤدي إلى الإصابة بالنزيف الداخلي 41- وذلك إذا تم تناوله مع الأدوية التي من شأنها أن تمنع تخثر الدم 42- ويفضل أن تبتعد النساء الحوامل أو الأطفال الصغار عن تناول التمر هندي 42- وذلك لأنه لم تتوصل الأبحاث بعد إلى معرفة الأبعاد من تناوله في هذه الفترة 43- أي للحوامل والأطفال والرضع 44- في حال تم استخدام التمر هندي كحلوة أو المعلب 44- فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى الإصابة بتسمم بمادة الرصاص 45- نتيجة تسربه إلى التمر 45- الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى حدوث تسمم بالرصاص 46- خصوصا عند الأطفال والنساء 47- وبالتالي الإضرار بالكلا والجهاز العصبي 47- وقد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه التمر هندي 48- حيث أن 50% من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفول السوداني 49- يتحسسون من أنواع أخرى من البقوليات 49- ويعتبر التمر هندي أحدها 50- وينصح الأشخاص المقبلين على الخضوع لعملية جراحية 51- بالتوقف عن تناول التمر هندي لمدة أسبوعين على الأقل 51- قبل موعد الجراحة المقرر 52- وذلك لتأثيره كما ذكرنا في مستويات السكر بالدم 53- إذ قد يتداخل مع القدرة على التحكم فيها أثناء العملية أو بعدها 53- وقد يسبب تناول التمر هندي مع دواء الأسبرين أيضا 54- زيادة في كمية الأسبرين التي يمتصها الجسم 54- مما يزيد من فرصة الإصابة بالآثار الجانبية لهذا الدواء 55- وكذلك الحال عند تناول التمر هندي مع دواء الإيبوبروفين 55- حبيبنا لقد قدمنا لكم أهم الفوائد للتمر هندي ومحاذير استخدامه 56- إن شاء الله يكون الموضوع عجبكم وحابين نسمع رأيكم وتعليقكم عليه 56- وكمان إذا فيه أي استفسار أو اقتراح أو أي سؤال 57- يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله 57- نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا 58- من راحة بزوارنا الجدد اللي عم تشوفونا أول مرة 59- إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا 59- الضغط على زر الاشتراك 60- تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد 60- كما عودناكم دائما الجديد والمفيد 61- بإذن الله دمتم في حظ الله ورعايته 61- والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 62-كما عودنا به